السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعدات الرش التوافقي النهاردة معدنا مع نوع من الأنواع المهمة جدا اللي بتستخدمها كل المصانع في تطبيق الدهانات على المعادن بصفة خاصة وهو مسدس الرش أو أجهزة الرش الألكتروستاتيكية أجهزة الرش الألكتروستاتيكية دي أجهزة رش يعني قائم نظام العمل بيها على اللي هو الشحنة السالبة والمجابة اللي بتتم ما بين مسدس الرش ومادة الرش اللي موجودة جواه وبتتم ما بين المجغولة اللي بيتم دهانها وإذا كان بيستخدم فيه أجهزة الرش الألكتروستاتيكي بيستخدم فيها ضغط هواء ولكن ضغط الهواء هو حاجة بتساعد على دفع المادة اللي بتدهن ولكن هي مش أساسية في جعل المادة اللي بتدهن تلتصق بالسطح الأساسي فيها عملية التجازب والشحنة الألكتروستاتيكية أو اللي هي المغناطسية الكهربية اللي بتخلي الدهان سواء كان بودر بودرة أو مواقع يعني مادة سائلة يلتصق بالسطح طيب هنبص هنا معانا على الشاشة في عندي فيديو الفيديو ده بيتناول يعني يعني الأجهزة المستخدمة الآلية في مصانع السيارات اللي بترش الدهان الألكتروستاتيك إحنا طبعا ملاحظين طبعا إن فيه روبوتات هي اللي بتقوم برش العربية اللي قدامنا دي والروبوتات دي بتقوم برضو بنفسها بفتح الأبواب وفتح الكبوت بتاع العربية وبترش العربية من الداخل بمادة مبطنة يعني هو بيرش الأول بطانة من البطانات كقاعدة للدهان اللي هيكون فوقيها وفي نفس الوقت يعني الدهان ده بيعمل عملية تصبيت لطبقة السطح على أساس إنها تبقى طبقة مستوية تتقبل شد الدهان وتقبل أي طبقة الدهان فوقيها وهي طبقة الرشي نحنا شايفينها دي بديلة لطبقة الفسفاتة لأن جهاز الرش الألكتروستاتيكي بما نحن بنستخدمه على المعادن فهو أيضا بيحتاج إلى عملية الفسفاتة ودايما بعد ما بيترش بيدخل داخل فرن هنا بيترش باللون المطلوب بيدخل داخل فرن عشان يبتدي إن الفرن ده يعمل عملية جفاف لطبقة الدهان على السطح المعدني سواء كان بندهن سيارة أو بندهن أي مشغولة من المشغولات المعدنية وهنا بيتم الرش زي ما قلنا قبل كده يأما ببودر أو بمواقع بسوائل يعني والصورة اللي حنا شايفينها دي بتاع جهاز الرش الآلي العملاق اللي موجود في مصنع السيارات ده دي بترش مواقع أو بترش يعني دهان سايل لكن أغلب وحدات الرش الألكتروستاتيكي الصغيرة بترش بودر بترش بودرة والبودرة دي بتحتاج بعد عملية الدهان إنها تدخل فرن عشان تنصهر وتعمل طبقة الدهان اللامعة اللي احنا بنكون عايزينها هنا طبعا السيارة دخلت ما دخلتش فرن دخلت لأنها مرشوشة بمادة سايلة دخلت تجف بيه لمبات حرارية ده فرن الحرارة فيه نتجة من لمبات حرارية موجودة في الدهان الرش الألكتروستاتيك من أحدث أنظمة الرش الحديث هو بيستخدم في المصانع اللي هي بتعمل إنتاج كمي وبيعتمد نظام الرش الألكتروستاتيكي ده على طبعا زي ما قلنا كده الشحنات الكهربية اللي بتتجازب مع بعضها على سطح المشغول والنظام ده زي ما قلنا بيستخدم للأسطح المعدنية جيدة للتوصيل الحرارة والدهانات التي لا تعوق سريان الطيار الكهرابي وزي ما قلنا إن هي نوعين بودرة أو مواقع هنا الفيديو ده بيوضح لنا إزاي بتشتغل أنظمة الرش الألكتروستاتيكي إحنا لاحزنا هنا اللي بنت مسكت المسطرة البلاستيك دي وعملت لها عملية تدليج بفوطة صوف جعلت إن المسطرة تكتسب خاصية اللي هي الكهربية الاستاتيكية اللي بيحصل منها تجازب التجازب ده يعني نتج إن اكتسبت المسطرة شحنات مجابة والشحنات المجابة دي يعني هي اللي بتخلي المسطرة دي تجزب يعني المسحوق وهيتم هنا يعني تجربة على مسحوق قدامنا المسحوق ده اللي هيجرى فيه إنه هيتم جذبه عن طريق هذه المسطرة هنا هو اكتسبت شحنا سالبة والسطح واخد شحنا مجابة هنا بيجربوا على بودر من البودر المستخدم في عملية الدهانات ودينا شايفين التجازب اللي بيحصل ما بين البودر المجاب وسطح المسطرة آآ السالب طيب لو بصلنا للفيديو اللي بعدي الفيديو اللي بعدي هنا آآ بيوضح لنا آآ كويس ايه فايدة الرش الالكتروستاتيكي وايه آلية العمل به هنا آهو مسدس الرش الالكتروستاتيكي بيبقى بنفس الشكل لأنه مسدس يعمل بالطاقة الكهربية ويعني معموله عملية تقريد وهنشرح يعني ايه تقريد هنا السطح كله آآ واخد شحنة آآ مجابة والرش اللي طالع بياخد شحنة سالبة اللي بيجرى انه هو لو بيرش من جنب واحد الجنب التاني بيترش في نفس الوقت قدينا زي ما احنا شايفين كده وبرش شوفوا فين مركز في منطقة واحدة والدهان بيلف من كل جهة وبيدهن القطعة طبعا لو كنا بنرش برش بدهان سيل زي ما احنا شايفين كده الدهان لابد ان انا اتحرك مع المشغولة من مكان لمكان ولما اتحرك مع المشغولة آآ ده بيقلل الوقت بتاع الدهان لما يكون رش الالكتروستاتيك هتلاقي اللي بيرش بالالكتروستاتيك خلص المشغولة بتاعته ودخلت الفرن وطلعت والعامل اللي بيرش به الرش التقليدي مازال الى الان لسه ما خلص القطعة بتاعته جمعت العجلة هي ومشيت والتاني لسه شغال على القطعة اللي هو شغال عليها طيب اوجه الاستخدام بيستخدم في رش المشغولات المعدنية المتحركة مثل السلاجات والسيارات والاجزاء المعدنية ويستخدم في رش الوحدات الصغيرة ذات الانتاج الوفير مثل الاساور والسلاسل الحديدية والاسوار وكثير من المنتجات المعدنية والصورة اللي احنا شايفينها دي بتوضح بعض المنتجات اللي بيتم رش المنتجات عن طريق الرش الالكتروستاتيكي بيها وهنا دي برضو صورة اخرى لبعض المنتجات او فيديو اخر لبعض المنتجات وازاي ان المنتجات بتبقى متعلقة على خططيف الخططيف دي بعد ما بيترش بتخش الفرن عشان يعني الخططيف تكتسب الكهربية بتاعتها اللي هتوصلها لي العجلة اللي كانت متعلقة دي ويتم رش المشغولة وتخش جوه الفرن وبعد ما تنضج تبقى جاهزة لانها تستخدم استخدام مباشر مميزات الرش الالكتروستاتيكي ايه؟ اول حاجة سرعة الانجاز في الوقت اللازم لتنفيذ العملية الاقتصاد في استخدام المخففات بيدي طبق الدهان موحدة واستخدامه نظيف يعني ما بيأثرش على البيئة وما بيعملش فاقد في الرش كتير يعني في الرش اللي هو السائل العادي بتاع الدوكو او السليلوزي ده تقريبا بيبقى فيه اكتر من 60 او 50% فاقد من الدهان في التطير وطبعا الموزيد بيؤثر على يعني صحة الايه العامل العيوب بتاعة الرش الالكتروستاتيكي انه هو غير يعني مناسب لدهانات المائية او الدهانات المعدنية السقيلة وايضا فيه عب يعني عب اجتماعي ليه ان اغلب اجهز الرش الالكتروستاتيك دي بتكون غالية في التمن في نفس الوقت يعني مشكلتها انها ما بتحتاجش عمالة كتيرة طيب عدم احتياجها للعمالة زي ما شفنا في الفيلم الاولاني اللي هو بتاع الروبوتات ده بيؤثر على المجتمع وبيخلي ان يعني نستغنى عن العمالة الادمية او البشريين او الانسان ونستعين بالالة وده من عيوب استخدام الالة لانها بتفقد بعض الناس الوظائف بتاعتهم ولكن مش معنى كده ان احنا ضد استخدام الميكانة الحديثة في العمل طيب في عندنا لازم نفهم ايه هو الفرق في الدهان بالمواقع والدهان بالبودر واجه المقارنة ان زمن التكفيف في البودرة عشر دقايق في المواقع او الموية السائلة عشرين دقيقة درجة حرارة التكفيف في البودر بتوصل الى 200 درجة مقوية على الاقل التانية لا تقل عن 180 درجة مقوية سمك الدهان في البودرة بيبقى من 50 الى 60 ميلي مايكرون واللي هو السمك الدهان في المواقع بيبقى 15 ميكرون الاضافات في البودر مفيش اي اضافات احنا بنحط البودر على طول في المكان بتاعه ولكن الاضافات في البوية السائلة الالكتروستاتيك بنحط 20% تنر عشان يعمل عملية سيولة للبوية البودر بتستخدم مع التلاجات والسيارات والمواقع بتستخدم مع بعض الاجزاء الغير هامة او الداخلية سعر البودر او اللي هو البودرة اللي بندهم بيها الالكتروستاتيك ارخص بحوالي 10% من الدهان بالبوية السائلة طب نيجي بقى للحاجة المهمة بقى مكونات اجهزة الرش الالكتروستاتيكية اول حاجة لازم مصدر للبودر مصدر للبودر يعني وعاء وعاء بنحط فيه البودرة بتاعتنا تاني حاجة وحدة ضغط الهواء ومعاها مجفف للهواء وفلتر للهواء اللي هي الكمبروسرية ونمرة ثلاثة عندي وحدة التحكم اللي هي الوحدة اللي بتتحكم فيه كمية الكهربية لدخلة وكمية الهواء المتدفق ورابع حاجة مسدس الرش الالكتروستاتيكي هنا لو بصينا هنشوف قدامنا مكونات يعني منظومة الرش الالكتروستاتيكي اللي قدامه دي اللي متعلق فيها المشغولة اللي بتتراش دي الكابينة والكابينة فيدتها انها يعني بتقي العامل وفي نفس الوقت بتمتص اي فواقد نزلة من رزاز الدهان وبتحافظ على سطح المشغولة انه من الاتربة ومن اي غبار موجود في الجو او حشرات موجودة في الجو انها تلتصق به لو لاحظنا انه هو ماسك بايده مسدس الرش اللي هو اللي بيعمل به الطاقة الكهربية او الالكتروستاتيكي وانه طالع منه تلات خراطين طالع منه كابل الفولت العالي وطالع منه خرطوم الهوى وطالع منه الخرطوم بتاع امداد الدهان بالبودر بتاعه وهنا في عندي اللي هو مصدر الطاقة الكهربية وعندي الطيار بتاعي اللي هو بيتحول من طيار مستمري لطيار متردد وعندي اللي هو التقريد او الكابل الارضي وعندي الكمبروسور وعندي اللي هو الخزان البودرة والمجفف دي اللي هي الاجهزة الخاصة بالرش الالكتروستاتيكي طيب ملحقات النظام ايه؟ ملحقات نظام الرش الالكتروستاتيكي نفق لتطهير المجهولات قبل الرش كبينة رش هنشرح كبين الرش دي بالتفصيل في الفصل الخاص بكبين الرش بإذن الله تعالى وخزان البودر خزان البودرة ده وعاء او خزان ليه اشكال كتيرة منها بقى اللي هو شكل صندوق او شكل استوانة او جزء من بناء الكبينة نفسها او فنجان مقلوب متعلق في مسدس الرش يتصل بمضخة بخرطمين وبعض المضخات تكون جزء من الخزان نفسه او الفنجان المقلوب وده هنشوفه هنا ده خزان البودر في منظومة الرش الالكتروستاتيكية وهنا العامل بيحط كيس البودر فيه وهو الخزان بتاع البودر فيه المكينة وده واحدة الرش الالكتروستاتيكي اليدوية اللي ممكن تلقاه في اي ورش عادية في اي مكان وهي وحدة متنقلة ولكن هذه الوحدة تحتاج ايضا الى كبينة رش عشان يعني تقي العامل من اي مؤثرات نتجة عن عملية الدهان وزي ما احنا شايفين ده هنا فيها وحدة التحكم الالي موجودة فوق اهي وده الخزان بتاع البودر او خزان الدهان واللي هي الوصلات الكهربية الخاصة بالنظام ومسدس الرش اللي موجوده خرطوم اللي هو بياخد البودر من الوعاء دي بقى الوحدة الالية اللي هي وحدة الرش الالكتروستاتيك الالية دي بتتضمن مسدسات الرش وخزان البودرة اهو اللي احنا شوفنا الصورة بتاعته من شوية اللي كان واقف عنده العامل ووحدة التحكم الكهربية اللي موجودة وده ايه ده اللي هو بياخد البودر من خزان البودرة او خزان الدهان ويخش جوه الجهاز ده او جوه الخزان ده الخزان ده بيعمل عملية شحن لزرات البودرة بالكهرباء بيعمل شحن لزرات البودرة بالكهرباء ويتحول البودرة تمشي معانا هنا في ده لغاية ما توصل ليه الكابينة اللي بيبقى متعلق فيها مشغولات داخل كابينة الرش الالية دي وتشتغل مسدسات الرش اوتوماتيك وفي بعض الاجزاء التي يصعب الوصول اليها ممكن يتم تدخل بواسطة عامل بشري واحد بيرش من جنب من الجوانب اذا استدعى الامر ده طيب ده يعني مصدر البودرة هنا خزان صغير كده اسمه الفنجان المقلوب اللي هو بيبقى متعلق فيه مسدس الرش من اعلى بدل الخزان الكبير اللي موجود فيه نظام الرش الالي وبدل الخزان الاستواني اللي موجود فيه نظام الرش اليدوي فيه خزان هنا متعلق بيتحط فيه البودر وكل ما بيخلص كل ما بنملاه تاني جنبه هنا اللي هي وحدة التحكم الكهربية او الالكترونية اللي بتتحكم فيه كمية الهوى اللي وصله لمسدس الرش تحكم فيه كمية البودر او الدهان او المواقع اللي وصله للمسدس احيانا برضو بتتحكم فيه بعض درجة الحرارة سواء كان فيه تدفئة ليها او كده طيب نيجي لنظام ضغط الهوى نظام ضغط الهوى اصلا مش يعني مش يعني مش جديد علينا نظام ضغط الهوى احنا بنقده من الصف التاني بيكون طبعا من كباس اه للهوى ضغطه بيتراوح ما بين اربعة الى سبعة بار وبار هي وحدة قياس الضغط وبيكون ايضا من مجفف للهواء وفلتر بحد اقصى محتوى مائي اتنين جرام لكل متر مكعب هوى واقصى محتوى زيتي واحد ونص في المليون واحدة لكل متر مكعب هوى واقصى محتوى للبودرة واحد جرام لكل متر مكعب هوى ونقدر نعرف من الكميات الصغيرة دي جدا ان هذا النظام موفر جدا للدهان موفر جدا للدهان عندنا اه من مكونات نظام ضغط الهوى مضخة لضخ سحابة البودرة للمسدس لان البودرة بتوصل المسدس على هيئة سحابة وبتطلع منه برضو على هيئة سحابة يتم التحكم في ضغط الهوى عن طريق وحدة التحكم الكهربية اللي احنا شفنا سورتها ويعني شكلها بيختلف من شيء او من اه نوع جهاز لنوع اخر بنشوف هنا الجهاز ده اه وهو بيستعمل طبعا البودرة وبيرش طبعا ده اللي هو الرش اليدوي اللي هو بيبقى فيه اللي هو الجهاز اللي استواني اللي احنا شفنا الصورة بتاعته اه من شوية اللي بيجرى هنا ان نسبة الفاقد ضئيلة جدا لان احنا قلنا هو البودرة اللي هو بيرشها دي بتحتاج جرام واحد لكل متر مكعب هوا فنسبة الفاقد قليلة وزي ما احنا شايفين اهو بيرش من كل مكان وبيبقى فيه عنده يعني في ارضية الكابينة اللي هو بيرش فيها حاجة بتجمع تاني اه يعني اللي هي الفاقد ويمكن يعني استخدامها هنا بعد ما خلص دخلهم جوه الفرن عشان يعني درجة حرارة متين درجة مقاوية ويطلع اللي هي الاطارات دي او اللي هي اه يعني الاجزاء دي تطلع اه نعمة صوفتي يعني وتبقى جاهزة انها تستخدم مباشرة نجي نتكلم على واحدة التحكم واحدة التحكم اه دي اه بتشتغل على الطيار المتردد بتحول الطيار المستمر وتحوله الطيار المتردد وبيتم التحكم في ده عن طريق مفتاح لغلق وفتح الوحدة بتحتوي على اه محول كهرابي عادي جدا لتشغيل الاجزاء الداخلية في المسدس المحول ده اه فيه حاجة تانية بتسبب انحراف الزراد وفيه الزناد وجهد التشغيل خمسين فولت وفيه موحد للجهد وفيه محول الطيار بيحول الطيار المتردد الى طيار ايه مستمر بنتحكم في ضغط الهوى تبقى للاحتياجات بتاعتنا عن طريق مفاتيح بضبط بيها ضغط الهوى والمالومترات عشان نقيس مقدار الضغط وبيبقى فيه عندي مفتاح لضبط طيار الجهد العالي ومفتاح لضبط الطيار وعداد عرض للطيار وعندي يعني مفتاح بفصل بيه قاطع طيار لفصل طيار على النظام باكمله اذا حصل اي خطأ او خطر داخل المنظومة هنلاقي هنا كلمة بتقولك الوحدة بكاملها يعني وحدة الطيار او الرش الالكتروستاتيكي سواء كانت هذه الوحدة آلية او نص آلية او وحدة هدوية تم تقريدها يعني ايه تم تقريدها التقريد نظام امان لتفريغ الكهرباء الاضافية بالارض وده بيحمي العامل والمعدة والخامة من خطر التفريغ الكهرباء بمعنى ايه بمعنى ان المعدة دي من كتر الطيار المجال الكهربي اللي شغال جواها وتحول طيار الكهربي من طيار مستمر الى طيار متردد وان الوحدة عشان فيها اجزاء معدنية كتير والكهرباء ماشية جواها لابد ان الكهرباء الاستاتيكية اللي موجودة فيها دي تتفرغ فبتتفرغ بايه في حربة معدنية بتبقى مغروزة في الارض بيسموها تقريبا يعني الاخوة بتوع الكهرباء يعني عارفين كويس دي بيسموها تقريبا حربة ايرس يعني حاجة زي كده هذه الحربة متوصل منها سلك من اي معدة من معدات الرش الالكتروستاتيكي دي وبتاخد الطيار الكهرباء اللي شحنت بيه المعدة وتفرغه في الارض يشبه ايه سعب نشوف عربيات اللي هي البنزين او عربيات الوقود الكبيرة وهي ماشية في سلسلة معلقة فيها او حبل معدني بيلامس الارض طول ما العربية ماشي فيديته ايه؟ فيديته ان العجل بتاع العربية ده وهو بيدور بيحمل سيارة الوقود بكهربية استاتيكية بيشحن كهرباء في العربية اذا لم يتم تفريغ الكهرباء ممكن نوصل لنقطع حرجة عندها يحصل تفريغ الكهرباء داخل العربية في الوقود ويحصل انفجار هنا لابد ان يتم تفريغ الكهرباء عن طريق ايه؟ التقريد التقريد يعني وصل الجهاز بتفريغ شحنات الكهرباء بتاعته في الارض طيب نرجع تاني نشوف الفيديو اللي معنا ده اللي بيتكلم على وحدة ايه؟ التحكم هنا اثناء تركيب وحدة التحكم البوردة بتاعتها بيبتدي يجري عليها مجموعة تجارب ودي البردات بتاعت وحدة التحكم وبيركبها في المكان بتاعها وفي النهاية بتبقى عندي وحدة كاملة بيبتدي حتى ان هو يجرب المسدس هل هيشتغل ولا لا؟ هل هيحول الطيار الكهرباء من طيار كهرباء مستمر الى طيار ترددي ولا لا؟ عندي كمان الخراطيم والصمامات مهمة الخراطيم انها بتشيل الهوى وبتشيل البدرة او سحابة البدرة عشان تنقلها ليه المسدس ومنها يطلع من فوهة المسدس الكهرابي او مسدس الالكتروستاتيكي الى المشغول طبعا الخراطيم القطرة الاقتر بتاعتها تقاس باجزاء البوصة مش البوصة طبعا لانها تبقى يعني 6 على 8 من البوصة او 4 على 8 من البوصة اه وفي عندي بقى السمامات السمامات هي اللي بتتحكم في غلق وفتح مسارات الهوى المضغوط بدغوط مختلفة عن طريق وحدة الايه التحكم الالكترونية او الكهرابي في عندي اه مدخل ليه السلك اللي هو بتاع الفولت المنخفض من وحدة التحكم اللي فيه زناد المسدس عندي زناد المسدس ده بيتحكم في فتح الطيار لمحول الفولت العالي لشحن الالكترود لشحن الالكترود اه اه وبيعمل دوران بيسبب هنشوف الدوران ده في فيديو من الفيديوهات دلوقتي بيسبب انحراف الزرات طبعا وتم تقريده ايضا المسدس فيه جزء منه متقرد يعني واصل ليه الارضية وبيفرر الشحنات راجع عشان ما يكهربش العامل طب ايه هو بقى معنى الالكترود الالكترود اللي هو القطب الكهرباء في الخلية اه في عمليات الجالفانة على المعادن او الدهان الالكتروستاتيكي بتتم زي ما احنا قلنا بالقطب السالب اللي هو بيمثل المسعد او القطب الموجب اللي هو بيمثل المهبط الالكترود موصل الكهرابي بيستخدم مع جزء اخر غير معدني اه زي انصف الموصلات اه اللي هي الحاجات اللي هي بيستخدمها في الدهان المحلول او البودرة اه او الفراغ لتكوين دايرة كهربية لتكوين دايرة كهربية عندي جسم المسدس بيحتوي على اه سلك الجهد المنخفض عندي محول اللي هي واحدة توليد الفولت العالي عندي منظم ليه الفولت الكهرابي عندي كابل ليه الفولت العالي اللي بيتصل بالالكترود اللي هو بينظم عملية الشحن بتاعت السالب والموجب هنشوف تركيب المسدس بتاعنا تركيب المسدس بتاعنا زي ما احنا شايفين كده المسدس الراش الالكتروستاتيكي دي الاجزاء بتاعته الجزء اللي هو بي اه يعني بيوجه الدهان وعندي الجزء اللي هو الكاب اللي هو يعني بيتركب فيه الموجه وعندي اللي هي الرود هولدر اللي هو يعني قناة للدهان وعندي الهوك اللي هو الخطاف اللي بيتعلق فيه المسدس وعندي اللي هو القناة اللي بيمشي فيها البدرة وعندي بودرة بي اللي هي الموجهة قناة اللي بيمشي فيها البدرة الموجهة على طول لفوهة المسدس وعندي اللي هو الايد بتاعت المسدس والاجزاء الكهربية طيب هنشوف بقى قطاع زي ما احنا شوفنا كده هنشوف بقى قطاع للمسدس ده هنا الالكتروض اللي هو بينظم عملية الشحن موجود هنا فوهة الرش اهي محول الفولت العالي موجود في المكان ده الزناده هو اللي هو بيشغل الكابل الفولت اللي هو الارضي اه وهنا الهواء بيخش من هنا وعندي هنا سحابة بودرة القدوس اللي هي بتسحب البودرة من وعاء الدهان عندي خرطوم اه سحابة البودرة خرطوم هوا للتنظيف وهو نظام ضغط هوا حول الالكتروض لمنع البودرة المشحونة من التجمع حوله لضمان اكتمال الشحن الجيد للبودرة اللي هتنزل على المشغول فوهة الرش اه بتحتوي على اه حق يعني واحدة كده اسموه مسبب انحراف الزرات بيبقى فيه بلية دوارة اه ممكن ارش على مسافة 30 سنتي وفيه فرشة في نهاية بوز المسدس بتعمل على تفريغ الشحنات الرجعة او بتوصل اه اه لالارضية اه التفريغ بتاع الكهرباء عندي الالكتروض الفولت العالي لشحن البودرة شحنة سالبة عندي كابل ارضي لتفريغ الشحنات الرجعة عندي اه كابل لتشغيل دوران مسبب انحراف الزرات وده بيخلي الزرات دي تلف عشان تتشحن 600 لفة في الدقيقة هي اه دي الفوهات بتاعة مسدس الرش الالكتروستاتيكي وبتكون مختلفة شوية فيه اطولها واقترها واشكالها وفق ليه اسلوب الرش انها برش بيه او مستوى الرش او المشغولة كبيرة ولا صغيرة وده بيكون معزول كهربية طيب النظام ده بيعمل ازاي بيتم وضع مفتاح عدات قياس الفولت في وضع صفر بيتم تشغيل كباس ضغط الهوى عشان يبتدي الهوى بتاعي يدخل وبضبط ضغط الهوى بتاعي وبضبط الفولت الكهرابي بتاعي العالي وبفتح مفتاح الفتح والغلق وهنشوف فيديو كامل بيوضح العملية ده بيطلع الهوى من الكمبروسر للمجفف بيطلع للخرطومين خرطوم الاول للفلتر والتاني لوحدة التحكم للمسدس وهو خط هواء التنظيف والتاني بيروح للمضخة اللي بيطلع منها تلات خرطيم اتنين لخزان البودرة وواحد للمسدس لما بيتم ضغط الهوى داخل خزان البودرة بيبقى فيه خرطوم محطوط في قاع الخزان اللي هو بيشفط جزيئات البودرة بالخزان عادة الفنجان المقلوب ده البودرة بتنزل بيه من فوق لتحت تحت ضغط الهوى خفيف ودي بتعمل خلخلة في الخزان فبيطلع الهوى المحمل بالبودرة ويعمل سحابة بودرة بتشحن عملية بتشحن البودرة بالكهربية طيب بتطلع سحابة البودرة من المضخة الخرطوم المسدس بيكون المسدس زي ما قلنا من تلاتين الى سبعة وعشرين سنتي البعد بتاعه عن المشغولة ما يقربش عن كده ولا يبعد عن كده لتجنب حدوث شرارة كهربية وما تزدش يعني قوة المسدس عن تسعين كيلو فولت وفي القالة عن مئة وعشرين كيلو فولت لتجنب تعرض الفني لخطر السعق الكهرباء لما بتلتقي البودرة عند فواهة المسدس بتكون شايلة الشحنة السليبة من الالكترود بتاعها وتخرج للمشغولة اللي هي متعلقة بخطاف اللي شاء يعني بتحمل شحنة مجابة فالبودرة بتتعلق بالمشغولة بقى سواء كانت تلاجة عربية قطعة معدنية اللي هي بترش المشغولة من جميع الجهات بفعل لتجازب الشحنات صمك البودرة على المشغولة كنا زكرنا من شوية بيتوقف على النوع نوع البودرة أو نوع السائل وتجنس الحبيبات ومدى المناسبة بتاعته للنظام اللي احنا بنستخدمه طبعا بعد ما بنرش لابد ان المشغولة بتاعتي تخش الى فرن الانضام على سيور ناقلة او على خطفات من خلال نفأ النفأ ده بيعزل المشغولة بتاعتي سواء كانت سيارة تلاجة اه يعني او اي مشغولة تانية معدنية بتعزلها عن الاتربة العليقة بالجو او اي تأثيرات اخرى تشوه الدهان المشغولة بتدخل الى فرن الانضاج فبتنصهر البودرة وبتلتسق تماما بسطح المشغولة وتلتسق ببعضيها وتكون فيلم الدهان الخارجي ثم تبرد لتجف لتعطي في النهاية طلاق ناعم ولامع ومسقول نتكلم نشوف كباء الرش الالكتروستاتيك اليدوية دي شكلها او زي ما احنا شايفينها كده عبارة عن خزان للبودر الخزان ده على العربية محمولة ودي وحدة التحكم اللي هي الالكترونية اللي متعلق فيها مسدس الرش الالكتروستاتيكي وزي ما احنا شايفين ديها اشكال مختلفة وتقريبا الوحدة دي ساعة لما بدأ النظام ده كان سعرها ما كانش يعني كان ما كانش في المتناول ولكن اعتقد في الفترة اللي هي الحالية بدأ يتم تصنيع محلي لهذه الوحدات في مصر او بيتم استراد الاجزاء بتاعة اللي هي التحكم وبيتم تصنيع الاجزاء الباقية في كباء الرش اليدوية اه نيجي ازاي بنرش داخل كبينة الرش الالكتروستاتيكي اليدوية بنعلق المشغولة دي المشغولة دي هي اللي هي السلك ده واخد شحنة مجابة والمشغولة واخد شحنة مجابة والمسدس والسحابة الدهان اللي طالع منه واخد شحنة سالبة وده اللي بيخلي تلتصق اللي هي هذه البودر او اللي هي الدهان اي ان كان نوعه بي الاي المشغولة هنا دي مكونات او تركيب كبائن الرش الالية الالكتروستاتيكية دي وحدة التحكم اللي هي الالكتروستاتيكية لكبائن الالية هو هنا وهو بيجمع الوحدة وبيجرب الحركة الالية بتاعتها لان الوحدات دي بتكون شغالة بصورة الى هنا بيعملوا عملية اختبار جودة للوحدة يشوفوها شغالة ولا لا ما قيس الضغط وما قياس الكهرباء وما قياس ضغط الهوى وضغط البودر بتاعي او ضغط السائل بتاعي هنا كله موجود في وحدة التحكم هنشوف هنا في الفيديو ده كبينة الراش الالكتروستاتيكية الالية ونظام شغلها ايه وازاي بيتم تنظفها كمان زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا او في الفيديو اللي قدامنا هنا دي زرات الدهان عايز نرجع لها تاني كده ونقف عندها هنا ده خزان البودر خزان البودر بيطلع منه البودر من المكان ده ويمشي فيه هذا الخرطوم لهذا الخزان ايضا الخزان ده هو اللي بيشحن البودر بالشحنة السالبة وعشان تزيد الشحنة بتاعته بتطلع هنا وهي رايحة للكبينة قبل ما توصل للمسدسات بتقعد تدور وتلف فيه هذا المكان سحابة البودر بتاعي او الدهان بتاعي فبيكتسب الشحنة السالبة لغاية ما يوصل لسطح اللي هو يعني فوهة المسدس اللي هو بيأكد على اكتساب البودر او الدهان للشحنة السالبة وفيه عندي وصلة رايحة للمشغولة اللي بيكون متعلقة في الكابينة مديها الشحنة المجابة وهنشوف بقية الفيديو بتاعنا هنا هو الخزان بتاعي اللي فيه البودر هنلاحظ نشوف طبعا هو هنا هيعمل عملية تنظيف الاول قبل ما يغير اللون هنا ده اللي بيشحن هنا دي الاجزاء بتاعتها التحكم في الضغوط بتاعتي ده اللي هو برضو اللي هي شاشة التحكم الالكترونية وهنا هيعمل عملية تنظيفة هو الاول بيفك الاجزاء بتاعك كابينة الرش الالية الالكتروستاتيك تمام هيبتدي انه هو يفصل الخرطوم اللي بيشفط الايه البودرة وبيركنه على جن هيبتدي انه هو يعمل عملية يعني تنظيف كده اللي هي اي حاجة تكون موجودة داخل المستدسات طلع البودرة بتاعته عشان ينظفها تماما لغاية ما تبقى بتجيب هوى ما بتجيبش بودر هنا بينظف تمام بيبتدي يعمل عملية تنظيف زي ما بيعيد لك بينظف ازاي اهو اللي بيجرى ان بيمشي الهوى في المسارات دي بيترد اي حاجة موجودة داخل المسارات اللي بيمشي فيها البودرة ده اذا كان هيدهن لون تاني مختلف اذا كان هيدهن لون تاني ايه مختلف دي دي طبعا الوحدة الالية بينظف اهو بينظف كل الوحدة من الداخل من اي غبار او بودر دهان موجود فيها بعد كده بقى يبتدي اهو باقدر بيكمل عملية تنظيف المسارات كلها اللي بيمشي فيها البودر في كبان الرش الالكتروستاتيكي بيتم تنظيفها هنا قبل ما يحط نوع بودر او لون بودر تاني لابد ان يكون منظفها تماما عشان اه يعني اللون ده ما يندمجش مع لون البودر الجديد وبالتالي يبوز لي سطح الدهان ويطلع لي لون الدهان مش هو اللي انا مختار زي ما احنا شايفين اهي مدلة الوحدة بتنقي نفسها بعد كده بيشيل البودر بتاعه ويقفل عليه كويس ويغطيه ويكمل تنظيف الخزان نفسه تماما لابد ان هو ينظفه طيب هنا بيجيب البودرة اللون التاني اللي هو عايز او درجة اللون التاني اللي هو عايز يعني يشتغل بيها افتح شوية اهي وبيحطها وبيطلعها من الجزء ده وبعدين يسحب القطع المعدنية اللي موجودة هنا هيسحب القطع المعدنية دي يضبط اون فتح ويدخل اللي هو المسورة المعدنية المتصلة بالخرطوم اللي بيسحب الايه البودرة يوصلها لمسدسات الرش وهنشوفه هنا هو بدأ يعمل عملية تشغيل وهيبتدي يرش المشغولات بتاعته والمسدسات بدأت تشتغل وترش المشغولات اللي موجودة داخل الكابينة زي ما احنا شفناها وشفناها وهي متركبة واذا احتاج الامر ان العامل فيه اجزاء مش وصل لها فيه اه تنفيذ العامل بيخش بيه اه يعني مسدس رش اه الكتروستاتيكي يدوي يكون طويل اللي هو الفواهة بتاعته شوية عشان ما يخشش فيه المجال الكهرابي وبيرش الجزئية اللي احنا عايزين نوصل لها طبعا شفنا في الفيديو السابق اعمال الصيانة نوجزها ان هو لابد يتغير خرطوم البودرة على الاقل مرة كل سنة اعتماد اذا كان هناك تلوث دائم في سطح الدهان نلاحظ ونرائب تشقق خرطوم البودرة مسدس الرش يجب ان ينظف تغيير كل لونه ده احنا قلناه وفي نهاية اليوم بيتم تطهير المسدس والخزان زي ما شفنا والخرطوم لمنع تواجد الرطوبة اللي بتتبقى عشان ما تعملش تغيير في اللون اللي هيتلون او اللي هترش بعد كده ما بين تغيير الالوان لابد نراعي النظافة الجيدة والاجزاء التي قد يعني تفضل منه لازم نراجع دايما المصفى والمرشحات بتاعتي ورجع الفلاتر شهريا والمصافي يوميا ونظفها جاي كويس قوي وغيرها لو انتهى عمرها الافتراض كمان لابد ان انا راجع الرومان البلي الخاص بالكمبروسر واعمل سيانة لمجفف الهوى بتاعي سنويا لازم دايما نرجع للمصنع بتاعي ولازم ان انا انظف المرشحات بتاعت الزيت والمية وجففها وبص على نظم التكثيف وتبريد الهوى لان من المهم ان الهوى يكون الهوى المضغوط يكون خلي من الزيوت والمية لان دي هتأثر على البدرة وتخليها تتميع وتبوز لي اللي هي عملية الدهان ونظام الاسترجاع فدي حاجة لابد ان انا ارعيها كويس طيب ايه هي مميزات الدهان ببدرة الالكتروستاتيك اولا الطلاق بالبدرة بيزود العمر الافتراضي للمنتج وبيضمن المتانة والمظهر المرئي المناسب السرعة الفائقة في تغطية السطح مما يجعل المردود الاقتصادي عالي خصائص مقاومة طبقة الدهان الالكتروستاتيكية مقاومة عالية للتآكل وقدرة على الاحتفاظ باللون للدهان وتغطية شملة ممتازة مسدسات البدرة سهلة الاستخدام والتحكم وخفيفة الوزن وزاد قدرة وامان عالية صمك طبقة الرش واحدة على سطح المجغولة بالكامل من المميزات ايضا لا يوجد فاقد في البودر التقنية دي بتعني ان حوالي 80% من الدهان بيروح مباشرة نحو الهدف بتاعه وهي نسبة ممتازة مقارنة بمعدلات لا تزيد عن 30% اللي كانت بتتحقق في الدهان اللي بيتم رشه يدويا مش الكتروستاتيك دهانات الالكتروستاتيك صديقة للبيئة ولا يوجد في تكوينها مزيبات تضر بصحة العامل او البيئة ودهانات المواقع المزيبات فيها نسبة 20% بيكون قليلة قوي طبعا هي ميزة لصاحب العمل وغير ميزة للدولة ان هذه الاجهزة بتوفر في الايدي العاملة لها ميزة من الجانب الاقتصادي فهي توفر الوقت والجهد اذ ان معظم تشغيلها بيتم بصورة آلية طب ايه عوامل الامان في نظام الرش الالكتروستاتيكي العالية جميع الاجزاء سواء جسم المثدس او الاجزاء المحيطة بالفني لابد انها تكون متصلة بكابل ارضي لتفريغ الشحنات الزناد والفواها لابد من تقريضهم لتفريغ الشحنات الرجعة وحدة التحكم بتتضمن قاطع طيار كهربي لفصل الطيار عن النظام بكامله لو حصل اي خطأ اذا لم يتم التقريض ده يعني حالة خطر ايه فيديو يعني بيوضح لي ازاي بيتم التقريض هو بيرش اهو بمثدس راش الكتروستاتيكي في حاجة اه وصلة لي المثدس بتفرر الشحنات الكهربية وعندي حاجة وصلة بتفرر الشحنات الكهربية اللي في جسمه برضو للارض عيوبه ان تكلفته عالية التعامل معايا محتاج كهربا ضغط عالي وخبرة عالية ودرايا من العامل وغالي التمن وده عبايا على الاستثمار يعني لا يصلح للالواح المجالفينة ومن الجانب الاجتماعي زي ما قلنا قبل كده بيؤدي الى زيادة البطالة لحد هنا احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا حلقة بتاعتنا انتهت وبإذن الله الحلقة الجاية بنستكمل برضو في باب رش الدهانات وان شاء الله نعمل حسابنا ان الحلقة القادمة بإذن الله ننتهي من باب الرش تماما الذي يمثل تقريبا اكتر من 40% من المنهج بتاعنا الى لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة